من التحولات بتاعت الطاقة السابقة قانون حفظ الطاقة في قانون كده اللي علماء طبعا عاملينه اللي هو وده طبعا بيثبت برضو وحدانية الله وقدرة الله رغم طبعا انه بيلاقي كتير من العلماء بيبقوا ملحدين لكن بالرغم من كده هم طبعا كلهم معترفين بالقانون ده الطاقة لا تخلق ولا تفنى يعني بالعربي كده احنا بنقولها اللي بيدرس علوم بالعربي بنقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم يعني مفيش حد بيعرف بيخلق حاجة من العدم غير طبعا ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي بيقدر يخلق اي شيء من العدم لكن الانسان مهما تطور علمه ومهما التكنولوجيا تطورت ومهما وصل للأمر ووصل للمريخ ومهما وصل للمكونات بتاعت النواة اللي هي حاجة صغيرة جدا جدا مهما العلم وصل به لكن في النهاية احنا ما بنقدرش نخلق طاقة ولا نقدر نفنيها خالص او ندمرها كل دور العلماء هو ايه ان احنا نحولها من صورة لصورة اخرى زي مثلا لو الكهرباء قطع خالص في البيت عندنا لا هنعرف نشغل تكييف ولا هنعرف نشغل مروحة ولا هنعرف نشغل تليفجن ولا هنعرف نشحن موبايل ولا هنعرف نشغل مثلا مكوة ولا هنعرف نعمل اي حاجة خالص يبقى احنا كل دورنا بس لو الطاقة اللي ربنا خلقها موجودة احنا نقدر نحولها بقى من صورة لصورة اخرى زي مثلا طاقة المياه والجريان بتاعها تحت في جنوب مصر في اسوان ده نقدر بقى نحولها لطاقة كهربائية الويند جينيريتور نقدر برضو نستخدم طاقة الرياح اللي ربنا خلقها عشان نحولها لطاقة كهربائية باستخدام الويند جينيريتور وهكذا احنا كل دورنا احنا بنحول الطاقة convert energy from one form to another بنحول الطاقة من صورة الى صورة اخرى وده مهم جدا جدا ودايما بيجي في الامتحان energy is neither created nor destroyed الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم but it is converted from one form to another لكنها بتتحول من صورة الى صورة اخرى examples of some technological applications and the energy transformations found in them بعض من التطبيقات التكنولوجية وتحولات الطاقة بداخلها اول حاجة ال seewing machine مكنة الخياطة احنا عارفين طبعا ان ال city دي عشان تخيط رجليها تحت كده بتبقى دايسة على حاجة زي الدوسات العربية كده بس تبقى كبيرة شوية ولازم تقعد تحركها وبالتالي برضو لازم برضو بتحرك القماش تحت المكن دي والمكن دي برضو الابرة بتاعتها بتتحرك على القماش عشان تخيطه وطبعا عارفين ان المكنة بتاعت الخياطة دي بتبقى شغالة بالقهرباء يبقى ال seewing machine ال energy changes بقى اللي فيها from من electric energy يعني لازم نستخدم الطاقة القهربية عشان نطلع بقى mechanical or kinetic energy solar cell الخلية الشمسية اللي قلناها في الدرس اللي فات وقلناها برضو في اول الدرس solar cell الخلية الشمسية دي بتحول solar energy اللي هي energy produced from the sun الطاقة الشمسية اللي بتيجي من الشمس بتحولها الى electric energy بتحولها الى طاقة كهربائية التليفجن طبعا احنا عارفين ان التليفجن لازم بيشتغل لما يكون فيه كهرباء ماشي from electric energy into light and sound energies light energy طبعا عشان احنا بنشوف اللعيبة وهي بتلعب كورة مثلا والsound energy عشان بنسمع طبعا صوت المعلق بقى هو بيقول فلان معك كورة فلان بيبص الكورة فلان انفراد معك جون جاب جون وهكذا خلاص يبقى بيتحول الى light and sound energies ماشي cellular phone التليفون المحمول برضو نفس الفكرة بنستخدم electric energy يا مستر ازاي electric energy مع ان احنا بنشيله كده من غير ما يبقى متوسط بسلك اه ما هو فيه البطارية اللي جوه اللي لازم نشحنها برضو بelectric energy لازم بتتشحن الاول بطاقة كهربية وبعدين بقى نبدأ نشغله بالطاقة الكهربية اللي مشحونة جوه البطارية اصل اه ده برضو بيحاول electric energy into light and sound energies برضو طاقة ضوئية بنبدأ نشوف فيديو كولز بنبدأ نشوف اه مثلا اه رسائل اه وهكذا وطبعا sound energies عشان برضو بنسمع موسيقى بنسمع القرآن بنسمع اللي احنا بنكلمه اه سواء مكالمة عادية او فيديو كولز اه يبقى light and sound energies nuclear energy الطاقة النووية ودي طبعا بتحول nuclear energy into electric energy يبقى دي from nuclear energy to or into electric energy يبقى دي الانرجي اللي هي used المستخدمة ودي الانرجي اللي produced اللي بتنتج ناخد بالنا فيه energy used يعني انا هنا لازم استخدم طاقة كهربية عشان نعرف اشغل الموبايل اللي بيطلع لطاقة ايه بقى light and sound هنا برضو لازم استخدم الطاقة الكهربية عشان اشغل التليفجن يبقى دي الانرجي used الproduced بقى light and sound هنا لازم استخدم الطاقة الشمسية يبقى دي الانرجي used الطاقة المستخدمة بيطلع بقى منها electric energy يبقى دي الانرجي produced وهكذا question كده للمراجعة السريعة complete the following table the instrument يعني الاداء او الجهاز وهنا بيقول لي الانرجي used وهنا الانرجي produced اول حاجة الانسترومنت الجهاز نفسه الالكتريك فان المروحة طبعا الانرجي used الطاقة المستخدمة الالكتريك انرجي انا عشان اشغلها لازم استخدم electric energy تمام والانرجي produced بقى بيطلع منها ايه طبعا kinetic or mechanical energy بيطلع منها طاقة حركية لان احنا عايزين الارمز بتاعتها تتحرك عشان تتحرك الهوى اللي في القوضة وبالتالي يعني تخلي الجو تروا شوية يبقى الانرجي produced kinetic or mechanical energy الالكتريك هيتر برضو السخان الكهرابي اللي بنعمل عليه الشاي مثلا زي الكتل او السخان مثلا بتاع الحمام اللي بنسخن في المية وهكذا يبقى الالكتريك هيتر الانرجي used الطاقة اللي بنستخدمها لازم طبعا تكون الالكتريك ما بنفعش نشغله من غير الالكتريك انرجي طب لكن الانرجي produced بقى بتبقى heat energy بيطلع طاقة حرارية عشان بقى نسخن المية electric lamp برضو الانرجي used electric energy لازم بيشتغل بالطاقة الكهربية لكن الانرجي produced بقى الطاقة اللي بتطلع منه بتبقى light and heat energy طاقة ضوئية وطاقة حرارية washing machine الغسالة طبعا دي برضو لازم بتشتغل بالكهرباء يبقى الانرجي used الطاقة اللي هنستخدمها electric والانرجي produced بقى هتبقى طبعا kinetic برضو او mechanical electric bill الجرس الكهرابي برضو الانرجي used electric الطاقة اللي بنستخدمها electric energy لكن الانرجي بقى produced بتبقى sound energy الجرس طبعا بيطلع لنا sound energy complete the space states that energy is neither created nor destroyed الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم but it is converted from one form to another لكنها بتتحول من صورة الى صورة اخرى طبعا هنقول the law of conservation of energy قانون حفظ او قانون بقاء الطاقة in the nuclear reactor في المفاعلات النووية the nuclear energy changes into طبعا electric energy الغرض كله من التفاعلات النووية من المفاعلات النووية ان احنا نطلع منها طاقة كهربية باستخدام nuclear energy يعني بتتحول الى طاقة كهربية effects of technological applications on man and environment تأثير التطبيقات التكنولوجية على الانسان وعلى البيئة اول حاجة فيه positive effects of technology وفيه negative effects of technology والجزء ده ولاد النص صفحة دي لازم يتحفظ كويس جدا عشان بيجي سؤال كده في الامتحان يقول what are the effects of technological applications on man and environment ايه هي التأثيرات بتاعت التطبيقات التكنولوجية على الانسان وعلى البيئة واحنا نيجيقول ايه هي positive effects واحنا نيقول ايه هي negative effects واحنا نيقول يعني يقول ال effects كلها يبقى وهما سهلين جدا يعني positive effects of technology يعني التأثيرات الإيجابية للتكنولوجية الفوائد بتاعتها يعني benefits بتاعتها الفوائد بتاعتها حلو نمبر وان نعمل هنا كده نمبر وان using energy resources for many purposes استخدام مصادر الطاقة في العديد من الأغراض تمام نمبر تو changing energy from one form to another تحول الطاقة من صورة إلى صورة أخرى in some applications في بعض التطبيقات to be used in man's life عشان نقدر نستخدمها في حياة الإنسان ودي طبعا positive effects of technology الجوانب الإيجابية أو التأثيرات الإيجابية للتكنولوجيا طيب negative effects of technology أول حاجة طبعا environmental pollution التلوث البيئي طيب some technological applications have negative effects بعض التطبيقات التكنولوجية لها تأثيرات سلبية وده برضو دايما نبيجي give reason for هنقول ليه بقى ناخد بلنا فيه one وفيه two one because some of them causes environmental pollution تلوث بيئي as electromagnetic pollution تلوث كهرومغناطيسي المغناطيسي اللي هو بيسببه الشبكات بتاعة المحمول بتاعة التليفونات المحمولة noise pollution تلوث ضوضائي طبعا من الكالكسات وأصوات العربيات والnoise اللي حوالينا طبعا طول النهار وطول الليل chemical pollution of air water and soil التلوث الكيميائي للهواء والماء والتربة التربة طبعا اللي احنا بنزرع فيها يعني يبقى بيتهائل سهلة جدا أول حاجة because some of them cause environmental pollution تلوث بيئي التلوث البيئي ده ايه زي electromagnetic pollution بتاع الموبايلات زي noise pollution الكالكسات والعربيات والديجيهات طول النهار chemical pollution of air water and soil والتلوث الكيميائي طبعا اللي بينتج من بقى الدخان المصانع وال smoke وال ashes وال vapors اللي بتبقى خارجة من المصانع وعواد من الصيارات والطائرات وكذا يبقى chemical pollution of air water and soil طيب دي كده number one number two بقى in addition to there are some harms of technological applications when man uses them in in addition أو in addition بالاضافة الى بقى هذه الاضرار للتطبيقات التكنولوجية لما الانسان بقى كمان يستخدمها in wars and killing في الحروب والقتل massive destruction الضمار الشامل اسلحة الضمار الشامل زي القنابل النووية كده والاسلحة البيولوجية بقى الحديثة والاسلحة الكيميائية الحديثة يعني في اسلحة حديثة اسمها massive destruction اسلحة الضمار الشامل in addition to there are some harms of technological applications بالاضافة للفات ده بقى في هناك برضو بعض الاضرار من التطبيقات التكنولوجية لما الانسان يستخدمها in wars and killing massive destruction هنبدأ بقى ناخد examples of some technological applications and their negative effects امثلة على بعض التطبيقات التكنولوجية والnegative effects بقى بتاعها الجوانب السلبية بتاعتها negative effects يعني التأثيرات السلبية بتاعتها يعني الاضرار بتاعتها اول حاجة الكارز العربيات طبعا هي technological application طبعا ممتازة جدا ومن التطبيقات التكنولوجية اللي ما بقاش فيه غنى عنها يعني الايام دي خالص لكن فيها negative effects بقى لها تأثيرات سلبية العوادم بتاعتها بتسبب تلوث كميائي للهواء طبعا عوادم ودخان يعني غازات ضرة جدا بالبيئة وبصحة الإنسان بتطلع منها فطبعا بتسبب chemical pollution of air military explosions اللي هي الانفجارات الحربية زي القنابل والسواريخ والدنات بتاعت المدافع وهكذا they leave harmful effects بيتركوا طبعا أثار سلبية أو أثار ضرة كمان بيتركوا diseases بعض الأمراض طبعا لما الناس بقى يعني بتشم الريحة دي بتاعت الدخان بتاع القنابل أو الحاجات دي بالإضافة أن يبقى فيها أحيانا chemical substances كتر السميلنج بتاعها يعني أن احنا نشمها بتسبب أمراض للجهاز التنفسي وللجهاز العصبي and cause this وكمان بتسبب الوفاة chemical pesticides يعني المبيدات الحشرية الكيميائية زي ما احنا شايفين كده دي طيارة رش مبيدات بترش طبعا المحصول عشان في بعض الحشرات أو الآفات اللي ممكن تاكل المحصول وتدمره نهائيا فبنرش بعض الchemical pesticides دي بقى they cause chemical pollution of soil بتسبب تلوث كيميائي للسويل للتربة and water and air وللمية كمان وللهوا they cause cancer اللهم احفظنا ويحفظكم يا رب ويحفظ الناس كلها بيسببوا أمراض السرطانات and food poisoning والتسمم بتاع الطعام التسمم بتاع الأطعمة أو الأكل nuclear weapons طبعا القنابل النووية أو السلاح النووي طبعا they cause massive destruction بيسببوا ضمار شامل زي ما اخدناها هنا massive destruction يعني ضمار شامل أسلحة الضمار الشام the networks of wireless transmitters يعني الشبكات بتاعة الاتصالات أو التحويلات اللاسلكية of cellular phones للتليفونات المحمولة wireless transmitters اللي هي زي ما قلنا المحولات اللاسلكية الشبكات بتاعة المحولات اللاسلكية للتليفون المحمول طبعا they cause electromagnetic pollution بيسببوا تلوث كهرومغناطيسي loud speakers and drilling machines loud speakers طبعا يعني مكبرات الصوت and drilling machines والألات بتاعة الحف طبعا they cause noise pollution بيسببوا تلوث ضوضاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة